كي قلت لي يما ايوب ميت قلبي تفسخ وش هذا الخبر يما منك صح كيف شك تهدري هذا وشنو يما انتيا وشك تهدري شكوني قال لك هكذا سوما رقعت لي دكاء ما فهمتش عليها مليح كان لعيا طلبك هفضو دموعي لا ايراديا من عرف عليه عدت يدي ترجف يما حسيت الدنيا الدور بها قبل ما يكون خاطي بي هو والده عمي من لحمي ودمي والموت الصعيبة بحد ذاتها تخوف نظرت ماما تعيط يا وش بيك ما تسمرا هكذا يلا همشي يمشي نروح وليهم رجلية ما نيشي حاسة بيهم فوقت معها روحية اطلعت نجريف تحت الخزينة ونجبت في حجابي وخيماري ودموعي ما حبسوش حسيت الدنيا ذقت عليا جزمي كامل يرعش ذكرت هذك النهار اللي شفتو منينا رحنا نتعشي وعند سمر حبت تلقيت ماما واقفة في كوزينا وصلنا عندهم تخنى لقيت عمتي هذي قاعدة في الكوانة وتبكي والابناء الضايرين بيها حتى هو محلتهم حيلة كشفتني فتحت لي يديها ومتعنتها حظنتني تبكي وتهدر والله ما زلت ما فرحت بيكم يا بنتي ولا هو تهنى بيك يا قمر راح ولدي راح راح ولدي خليك وخليني هي تهدر وانا الراشد سير في جسمي تتكالما شوية كساعد جهال عيطة هذيك تنضت عيط وتندب عليه ونقات غني شوف معاهم حابة واحد يحكي لي كيفاش ميت وكيفاش أسره هكذا بصح كلهم يبكوا جبت عليها هزيت سمر وبعدت عليهم سمر قول لي وشكين كيف حتسمته بقى لباليش بصح بعثوا الأحمد قالوا لو أخوك راح ديراك سيدو ورحوا في السبيطار الفلاني يك هو كان مسافر يهل برحجة في الليل وتقابض هو وعمي أول ما دخل عمي ما خللو وما بقالو ناضي على رشلو عليهم لوح بنت عمك ولها عاقد عليها ولا مجهز عليها وكي نهدر معاك تقول لي خدام وعندي شغالات ورا عندي بزيف وانا نشوف في كثرو وصفراتك بزيف قاعدوا بفم الفم هو وعمي ولا البسقة شو تعال خدمة وخرش وقال الأحمد راني خدام وباش نبيت ثم ما حتى اليوم صرى اللي صرى احنا نهدروا حتى صونات يليفونها رح التجريل رفتتالي وأنا موراها حتى نشوف بتيسين ما هكذا لها وتقول الحمد لله يا ربي الحمد لله يا ربي الحمد لله الحمد لله وانا تتعيط أيو بحي أيو بحي والله ما بيه حاجة رح التجريل عمتي قتلها والله ما بيه حاجة هاو معاك أحمد اسمعي اسمعي معرف واش حسيت ذاك الوقت فرحة بزيف كبيرة حسيت هم وانزحة على ظهري وجدت نوضتني من السرحة حتى عي كانت سامر وهي تحضن فيها قمر ما بيه حتى حاجة ايه واش قال لك أحمد عنده ضربة خفاف بصح ماشي الحاجة الكبيرة الحمد لله يا ربي عمتي ماشي مصدقة مسكينة تقولهم ادوني ليه وكل دقيقة تعيطت الأحمد السقسي عليه بقينا حتى للليل على هذك الحال جاء أحمل هزلوا شوية قش وقالنا باللي داراكسيدو هو وصحابو بصح حالته مستقرة وما مصحابو ماشي متضرين بزيف وقالنا باللي صباح يخرجوه عمتي قاتلو نروح معاك ما قبلش قال هصبي طرم عمار بالغاشي وقعدي هنا صباح وتشوفيه هو خرج راح ويما راحت قعد يتبع عمتي تهدي فيها ذاك النهار النوم ما زارش عينية خلاص حبيت انتحكم فيه بشاري ليه ما عرف ويش حسيت اذك الخوف اللي هي وخفته عليه من سمعت خبرها الموت ولا بكلي بكيتو عليه حب ولا برك كاعده ولد عمي انا عن نفسي ادخل طولي لخيط نهائيا ما عرف كيفاش فيت الوقت اطلع النهار في وجوهنا كنت واقفة قدمت تاقطع الكوزينة ونشوف ونحوس عليه وين تايجو برك شوية هكذا وحبسته طنوبيل بتاع عمي هبطوه عمي حاكمو من جيها واحمد من جيها وراسه ملفوف وشويربو هذوك مجروحين ايديه بالبلاط وصدره بالفاصمة اطلقات وعمتي لداخل رحت تجي تتحظم فيه مسكنه وتبكي وهو يبوس في راسها وصاره ماليك عيونه دخله للصالو ابقيت في الكوزينة انا ما على بلشها لها ما قدرتش نروح عنده معرف كيفها رح نتلقى معاه خايفة نشوف منه البورود وما نقدر نتحكم في روحي لاني عارف دقيقتها ما نقدرش نبقى ثاني يا معاهل هنا ولا تبقيت وحدي في الكوزينة احسن واحسن فاتش حالو هكذا وانا وحدي وسارحة وصوتهم واصل حتى لها انتي حتى اللي دخلت عندي سامر نوضي انتي يا نوضي 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 رحي عنده سلمي عليه وحمدي له بالسلامة البارح كان رح يروح من بين يديك وش بيك خليك يروح ونروح آه قولي لي هكذا حبة تقعدين معه وحدكم ايه معلش لو كنفرغ لك البلاصة يا عيوني استغفر الله يا ربي تي وش بيك حتى عطي منحرفة هكذا ياو اللي تتزوج بأحمد كيفا ما تنحارفش بالصحة استني علي يا سني شوفي كيفش رح نهججهم ونخلي لك البلاصة يا رومانسي اسمعي سامر سامر ياو ياو واستني حقرتني وراحت هذي صح كي تزوجت عينيها تقلبوا شوية هكذا ودخلت عندي عمتي وماما ولي بنات احمد رح اخرج هو وعمي منعرف وين راحوا حكمتها اسمعي ويش تجدينتي على نوضتيهم ما درت ويلو شاورت احمد هو واللي هدر قال خلوه يريح هكذا قال الطبيب سكت هكذا قاعدت نشوف معاها هذي منها صح دير هكذا ما حسيتش بها كيفا جبدتني قدام الباب تعصالوا فتحت الباب وطبعتني ولغاتوا الله يديكي يا سامر على هذي التبحتيلة درت عنده وانا شفتوا كان ريقد ويدي حطهم على عينيه وصلت قدامه بعد يده قتله والحمد لله لسلامتك تبسم بالتعب وقال لي الله يسلمك ويش حوالك الحمد لله انت كيفا عدت الحمد لله لا بس اروح يقعتي كان ريقدها للفوتاي بعد رجليها وخلى لي بلوصها قعدت وكنت قريبة منه بالساف قال لي وين كنت كي جيت من قبيلة اسكت يعني جيت هي تطلع لي تبسمت معاه قلت له وين كنت لي مت اللي فاتو قال لي في الولايه الفلانية آه قال لي ما سقصيتش علي قلت له علاه انا كنت عارفة بلي ركا مسافرة علاه انت يتخلي لي فرصة نهضر معاك انا نقول انت اللي كن مت لقاني تتقابض معايا ولا تسب البرح كن مت كن ريحتي مني ضلعت راسي هاكذا عنده قلت له بعيد الشرع عليك تبسمه بدأ يحكي لي هاكذا كيف حتى صرت لك سيدو هذيك وانا مركزة معاه كان يهدر ويديها على صدره ويوريلي في البلاصة اللي يتقاس فيهم ضلعت عيني شفت في رقبته وركزت مليح شفت اثار عليها حسيت حاجة تفتت في روحي بشوية بشوية هذو اثار نعرفهم وما الفنشوفهم في سمر هو انتبه علي وينعدت عيني حاول يتفدى الموضوع او بالاحرح يبين لي بلي مشيحة طمعايا بصح وجهي او فضحني كانت دم انشوف في عروقي حسيت واحد القهر فضيع بدون تردد قلت له ايوب اللي بيني وبينك انساه نوض جيت خارجة حكمني من معصم يدي اوصبري نهدر معاك ما بينياتنا حتى هذرة انا شفت بعيني ما قلي حتى واحد اقعدين اهدروا نحي يدك علي ولا غا يضركها ان نضعيط لما عليك الدار كامل انا نقول لك رايحي راني تهبان خليم فهمك وش راح تفهمني خيانتك ليا هاي باينة هذي المرة ما راحش يقف في وجهي حتى واحد ومانيش راح ندير خاطر العمي هذي المرة راح نرفض نب نفسي وقدمهم ثاني نشرب دمك اذا درتي حاجة من راسك انا كيفي كيف اي راجل عندي احتياجات ما تكبريهاش وغلق الموضوع ضرت تاني وطيرت يدي منه وخرجت مفور يخل المسخ قلبي خرج منه رحت الماما نضي ماما ماما نضي روحه وش بيك ما زل الحل هاي اروحي تروحي يا امعي ولا نروح وحدي وش سرى معك قولي لي برك هاي نروح وللدر ونقول لك رحت لبس حجابي بالخف وصمر ورايا حب برك تعرف وش بي ما هدرتش رجعنا للدار اول ما دخلت انفاجرت ونبكي وتسترت على الصح ماما كي واقفة باهتة ماما ايوب مانيشي حبيته ولا قلنا حرق روحي اذا وحد فيكم ادخل في قراري هذا فهميني برك وش سرى معاكم حكيت لك كلش ما هدرتش غيرتس في راسها اخر حاجة قاتلية هاي ذكر كلش يتفض ولي هذا يروح في طريقه اعرفت من الاول لا هو رايدك ولا انت يا رايداته ذو كأنا اللي انفضها معاهم طلعت شمبرتي انا يا جبت ذهب اللي جابوهولي وهبط حتى تفوق الطابلة ماما هذا رجعيهولهم ومانيشي حاب نشوف حتى وحد منهم صحي قررت وهذي حياتي جبرتني المرة اللولة ومانيشي حاب نعود الغلطة طلعت شمبرتي تفنت راسي بالمخدة وبكيت حتى تفشلت مال بك هذيك والله ما بكيت تساقع لي هو بكيت على روحي حسيت روحي الخيصة في نظر هو وما هو شايفني قدامه خلاص يروح يسافر ويخون ومخلجني من قام وصحيته كامل في الليل معي يا عيات لحلقة تليفون ما جاوبتوش موراها عايتتلي سمر رفت عليها حتى نسمع في صوته هو اقسم بالله يتكوبي عني غيري نجي نجي بدك من شعرك من وسط داركم انا غير زمعت صوته غضتني روحي هبطو دموعي ويش تحوز خلني بركا نفهمك ما نشي حبة نفهم ولا حبة نهضر معاك اللي بيناتنا صاي اتفض وظرك انا بحث لك حواجك وكل واحد يروح في طريقه ولا غير ندمك عليها يزي ما ركت هدد فيها تعبت منك ومن تصرفتكم من اسلوبك ويش ندير لك باتر ضهي اذا حابة غضوان عقدو نعقدو كنت موت هنا ما زل ما بيناتنا والو وخنتني وكين تزوج واش الدير هذي معناتها انك مكش ديرني في بالك خلاص ومن سوا عندك والو انت يا كلش يا خاه ما يحشمش ما زل يهضر نوت نعيط عليه كذب خاين شبعت من هضرتك والله العظيم غير كنت قاعدة مع صحابي وصار اللي يصار نقول لك كنت نتخايلك انت نوت نضحك عليه وصد موعي هذي الكذبة قديمة وسامعينها بالزيف يا واللي خون يبرر اكيد كنت نتخايلك تقول فيها وعيش بيتك عيش بيتك روحك تقبل انا نرقد معا وحد ونقلك كنت نتخايلك سبني وسب لي الراسة التاعي كامل يا بنتي الكلب يرخيصها ما خلي جوش يكملك وبيتالي اغلقت تليفون ورميتو بحت نبكي حطيت راسي بين رجلي ونبكي ونشهق بالصوت شوفي يا دنيا البارح نبكي عليه واليوم نبكي يا امنا وراه والغي كن ميت ماشي هكذا الكرة اللي كنت حاكمت وفي قلبي عليها من قلب يعني من قبل عدت نكره واضعاف مضاعفة هذا كان نهار بيتها قاعدة للصباح بقيت نتقلب وشيرتها حتى اللي طلع النهار في وجهي بهرقت بعد العاصرها ببط لقيت ماما داخلة ماما وين كنتي في دار عمك ورجعت لهم لحويش وقلت لعمتك فضل كلش بيناتنا وكل واحد يحكم طريقه انا ما قلت لهاش واش قالوا ولا واش كان موقفها منش يحب نسمع خليتها ونضت حتى للباد والمغرب جاتني سمر ووصلها احمد وراح قعدت انا وياها اهدرنا حتى قاتلي ما تديريش في بلك خليها على ربي هي من لو ولا مدامو عندو خرجت كما هكذا ما تأمنيش فيهم بلك يرجع لعوايتو بعد الزواج هذا السوق قائمشي في دمهم وانت يا ما كيش مرمي باش يديك واحد شابه ابنت ما زلتي صغيرة والف وحد يتمنىك اصلا واش شفتي منه وحاجة مليحة هو ماشي مهتم بك ويخونك وتتزوجي واش انت يا بايرة وقلة والله مال من عمرك حتى تدي واحد كما هو اكيد يجي ليعاوضك ويفرحك ويستاهلك ما تدري هذي دنيا وربي مدى على حسب القلوب ريحتك هدرت معه صامر بزيف كنت خايفة تقول لي رحت فزدي علاقت نا بدار عمي بلحني توقعته مخرج وصار العكس واصلا لاحظت هزافانة منه منقعد نا وهي تهير فيه ما خلت له ما بقات له حتى هكذا نهضره نسمع في باب الشريعي طبطب ويعيطو علينا هذي صوت عمي قلت سمراني طالع الفوق منشي حبا انقبل حتى واحد ولا حبا ننزل عندهم ماما انتي لكي ديهم قولي لهم ريقدة المهمة تعيطي ليش وخلاص خليتهم وطلات قلت حتى نسمع في عمتي طبطب في باب شومبرتي ما افتحت الهيش ما افتحت شاليها خليت هكذا حتى نسمع فيها تهتر ابنيتي قامر افتحي الباب نهدر معاك وعمك الداخل حب يهدر معاك خلينا نتفهمه ماشي هكذا حنا يا اهل وهو كيفو كفاء الشاباب سافر وغرر الشيطان اروحيو خرجينها هادروا ويوعدك ما يعود هاش ولا غيرتتزوجه وتملاي عينو انتية وتملايها غير انتي اعطي فرصة يا بنتي خليتهم مريض وخارج من عقله انا عني الشيطان وهبطيها اخدري معا عمك ما قدرش حتى يطلع عندك اذا عندي خاطر عندك ما تخلينيش واقفة قدم الباب افتحي حطيتي ديالة وذني مانيشي حابة نسمع ونضعف ونروح فيها خليني هكذا احسن انجلي لهم هو ما في خاطرهم وانا ولا واحد حسبيا ولا داري بخاطري هادرت 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 كيما القات مني حتى ارد ولا تراحت وراها جيتني سمر قاتلي اراحوا افتحت عليها قوت لها ما تقولي لي حتى شي عليهم والله واش قالوا منشي حابة نسمع همهم قاعدوا تقريب اسمينة يجووا ورا بعضهم وانا نطلع نغلق على روحي ونقعد يجو يحلو نهضر معهم وانا رافضة قاتلي سمر باللي عميقة لهم خلوها على راحتها ما تجبروهاش يتي ماء والزواج مكتوب وبالك ربي كتبلها من جهة خلاف بس حقات النابل اللي يتقابض هو وايوب وبوسط البيناتهم للظالين وايوب غاضوا الحل ناضي كسر حتى تفتح له الجرح وعاد ينزف وهزو احمد خيطولو حكمو في السبيطر جد كمالي قتلى اغلقه ليه الموضوع هذا باني شي حابة نزيد نسمع علي اكثر واكثر رح نمسحو من حياتي ونعيش حياتي كل مصر معايا والو وكل مصر معايا هذا الشي كامل ونرجع قمر القديمة اللي بالها صافي ما فيها غراء قرائة هابرك اش حال سهل الهاضرة بس حال فال صعيب صعيب كيف رح ننسى ونفوت هذا الشي نقعد نقعد ونتفكر هادرتو لي ما اتوقعت شي يقولهم واهدرهم في الوقت اللي كنت فيه ضايعة تخيلتك انتي وش ندير لك بات الرضاي وغدوانة عقدو انتي كلش هاكذا هذو الكلمات وقعدوا في قلبي يحرقوا فاتل ايام وكملت امتيحاناتي وطلعت عامي انا ومريم علاقتنا بدارنا يعني بدار عمي طبيعية والحمد لله يجونا دائمون كفاء قبل من غير ايوب اللي ما يجيش وصمر تقريبا كل يوم عادنا رقمي بدلته حتى الفيسة احذفته وفتحت واحد جديد انخاف يبعثلي فيه ولا يعيطلي ومتأكدة يديرها لانه سمعت سمر وماميها ضروا بالليجه مرض وانا منشي حبيته وكنيش له بالذهب منحبوش اكثر كلمة قهرتني كسمعت عليه بالليجه المرض هذك مندمتش لانه عفته هذك المرض ضائي عيف وقنت انه قرار يصحه في بلاستو اليوم تاريخ وفت بابا وماما ومالفة كل عام يفوت دلونشا وتارى الضار عمي هذي عادة عندها ما بطلتهش من عشر سنين وتوزها على روحه للجيرين وصح دارى عمي جاو عادة ايوب اللي قطع علينا من هذك النهار وسمعت بالليبراء بعد ما داوى وجرع لاروحه ورجع لحيته الهاتية هو اكيد يجيه المرط من التخلاط والخميج هذيك اكيد يجي لأي واحد امره ولا راجل ربي يعفو عننا ان شاء الله كنت لابسه اغوب تا دار وشعري لما توطلقى شعرات هكذا يعني سلبيت من القدم وزيد اليوم اخرجت تحفة يعني عدلت حواج بي لانو ماما متقبلش يعني اللقطة محرم علينا جاو يهبلو مع شعري عمتي قاعدة تتعاون هكذا هي وماما وانا وصمر وما لكن وجدوا معاهم حتى اللي خلصنا خرجنا معروف وتلايمنا مع بعضانا نتعشي عمي يشكر فيه ويعاود احمد طايح كالناء بصمر المهم كملنا غصلنا لماهين وقعدنا قصرنا صمر قالت الماما حابة نروح للطبيب ظهرية وجافية قاتلها غضوة ونديك هما قصروا راحوا وصمر قعدت معانا غضوة من ذيك راحت ماما هي وصمر للطبيب كده جعو قالت نابلي رها بالحمل وجحل فرحنا فرحة كبيرة كبيرة ربي يرزقكم ان شاء الله بالذرية الصالحة احمد هذاك راح يطير بيها فات شهور قصيرة على هذاك النهار ادخلنا نقراه في الجامعة كيف لهذا انا ومريم نروحوا نقراه بصحة مخلطة بالسف وعالم الجامعة مختلف تماما على اعوام اللي فاتوا شوفي اشكال والوان عباد مختلفة خرجنا اليوم كي اعادتنا حتى تصدمت نياك يلقيت ايوب واقفه متكلة طنوبيل تاعه ويتكيفه يخزر في اللي رايحه جاي حسيته يحوس على عبد حتى جاءت عيني في عينه تلفت تانية وجهي أعليه وقعت نهضر انا ومريم ما أعليه حتى لمحاته قاتل عليه قلت لها شفته حتى قتلي يخها يهبل يهبل شوفيه كيفه داير هذا يجيب التايه وش بيك تخنزرت هكذا فيها اسكتيسكتي وصلت لدارهم ودعتها وكملت حتى نحس بالطنوبيل مورايا مشيت وقدرت روحي انا يا مشيحة طمعها حتى قارات قدامي جاني صوت لهذه الدرجة داير روحك ما كيش يعرفها وشايفها درت عنده هذي أول مرة نشوفه بعد هذك النهار كان يشوف معيه عينيها يطلقوا في شر يخرج منهم كلهم حقد وغل وجهه مزير للنخر ما لبالي شعلها تقلقت كيشوفتو هكذاك فكرني في اللي سرى هذك النهار ثم ثم أتقلبو حوالي كنت ناسيت ومريحة وعايشة حياتي عادي حيالي أوجاعي من أول وجديد أبقيت أنا نتخنزر هو يتخنزر من بعد يركفه الطنوبيل وديماره وراح غدوة من ذاك رحت قريت كنت أنا منخلت حتى واحد غير مريمبرك كيعد جارتنا وأنا وهي صحابت في هذه الفترة تعرفنا أنا وياها على إبراهيم هذا يقرأ معنا وجاء غير عام هذا برك يعني عام وجديد هنا في الجامعة التانة كنت أنا ومريم من ذاك نعاونه في الدروس التاوع ونبعثوله ومنه ومنه حتى لعدنا أصحاب يعني أصدقاء هو جاي عاقل وحشيمي ومحترم ما شفنا منه غير كل خير وساعة كنا نخرجوا معاه نشربوا حاجة هكذا برا وكان يفهمنا في الحاجة اللي ما نفهموهاش وكان نعمة صديق حتى اليوم اللي يجينا خارجين فيه أنا ومريم قاتلي باشا ونقول لك هادرا ما نعرف إذا أنت بهتي لها ولا لالا أنت على هذا الشي ولا لالا واشنو مريم واش كاين إبراهيم واش به ما نعرف بصح نحسو يحبك واشنو واشنو لا أنت تتوهمي برك إبراهيم خاطيص ولا حاذو وأنا علاش قلت لك مستحيل أنه كون هكذا أنا وكن كاين هكذا كون حسيت به حق ذو الله ما نزيد نهدر معاه وعلاه زعمة واشنو علاه أنا هنا جاية نقرأ ماشي جاية ندرف ذو الصوالح ولغنتي منعرف فعلك كيف ها تخمي بتحطي بالك معاه لو كانت شوفي هادرتي صح ولا لالا هادس مريم قعدت في بالي لالا إبراهيم ما يخممش في هذا الصوالح لدرجة هذه أنا غبية ومنيش منتبها مريم خلت هادرتها محفورة في بالي وصح عد كي يتلاقاه نبقى نبقى هكذا ندق دق يعني ندق معاه نشوف إذا هادتها صح ولا لالا نلقاه يقعد يشوف معايا وهي ينفي عيني ويتبسم يعني اليوم كمنا نلقى رايا وخرجت نمشي ومريم ما جيتش كنت نمشي وحدي حتلقته يمشي يا أب جنبي أهلا قمر إيه إبراهيم واش كينا اليوم مريم ما كانش إيه ما جيتش إيه هروحين نروحوا نشربوا حاجة لالإبراهيم عندي قرية خلينا نروح نهار وحده خلوا إن شاء الله نتلاقاه أنا أصلا نروحوا نتفاداه ونتفاداه فيه كتأكدت من هادرة مريم بسح كنت كل مرة نلعج الشيطان ونقول لا لا بل اكسط فابرق وكنت دايما نلقى له الأعذار أنا قتله هكذا أهو أبقى حاول فيه حسيت المرة هذي حاب يديني بسي وما يفقى بلك يقول لنا نروحوا ونقول له لا لا يروح أما المرة هذي شو كاني كيبقى نحاول ويتقبلتنا وروح تيمها قعدنا في بلاصة سيكتين ما قبلتش حتى نشرب حاجة حتى أهدر هو وقال لي قام أرشوفي ما يشي حاب نقعد ندور ونرجع حاب نقول لك أنا نحبك منهار اللي تعرفتها ليك فيه دخلت قلبي ديرك توجبتيني أنت يو أخلاقك ومانيش حاب نقعد ندور بيك وتليفونات وتماشيق حاب نجيك للدار ونديرو حاجة رسمي أنا نعرف عليك كلش كلش وعارب بلي كنتي مخطوبة الولد عمك وفاسخين هذا الشي بصح هذا الشي كامل ما يهمنيش حاب نقول لك راني حاب نتقدم لأهلك وما تجاوبي نيش ذوك خمي وعندك الوقت ورح نتقبل منك أي رد تقوليه ولي ولهنا نكونوا كامل للجزء التالي نقولوا لي وش رأيكم في الحكاية في التعليقات اسكوا عجبتكم ولا ليلة وش رأيكم زعم قامارو أيو بيرجعوا لبعضهم ولا هوش يصرى ولا تقابل بالخطوبة الجديدة الله هو أعلم نستنى تعليقاتكم وآراءكم في الحكاية والناس اللي راح باراضي ومحمد وملقوا وش الحكاية ذوك نحط لكم بروفيل تعالي القناة اللي درتها فيها وتلقاوها في صندوق الوصف ولا في التعليق المثبت وما تنساوش الاشتراك في القناة وتفعيل جاس بيسكم الجديد التعيب أكيد عاونيني بالبارتاج والتعليقات الجميلة بش القناة تطلع اكثر واكثر باي باي نحبكم بزف بزف